ايجاد نسخة عراقية من الحرس الثوري الايراني ابرز ما كان على طاولة الحوار التي جمعت قائد المجموعة العسكرية الايرانية حسين سلامي وقائد ميليشيات الحشد الشعب العراقي وذلك في العاصمة الايرانية طهران سلامي قال ان الحشد وحده هو من يحمي العراقيين واصفه بالحركة الميدانية القوية الوحيدة في البلاد وهو حديث اثنى عليه الفياض ثم تقدم بالثناء لاسم القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني ووصفه بالملهم لتأسيس الحشد قبل ذلك بيوم لقاء اخر في طهران جمع الفياض بامين المجلس الاعلى للامن القوم الايراني علي شمخاني الذي لم يبخل في الثناء على الحشد وشدد على شرعياته اكثر من مرة في اللقاء علي شمخاني وبصريح العبارة اشار الى ان ايران تسعى للحفاظ على قوة الحشد وتعزيزه وان ايران ستواصل الوقوف الى جانب فصائل الحشد اللقاءان جاء بعد تقارير اكدت فقدان ايران سيطرتها على بعض الميليشيات في العراق بعد مقتل قاسم سليماني كما افادت الجارديان في وقت سابق واكدت عدم قدرة قائد فيلق القدس اسماعيل قاني على اجبار الميليشيات على التهدئة ضد القوات الامريكية من اجل دفع محادثات فيينا اشتركوا في القناة